السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم إسئيمان من سلسلة English from zero to zero English as hell النهاردة ان شاء الله هنكمل منهج الصف الرابع الابتدائي Connect 4 وهناخده Unit 2 Listen 2 لو كنت اول مرة تشوف القناة ياريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصل لك بقية المنهج ولو عجبك الفيديو ياريت تحط له Like وهتلاقي في صندوق الوصف ان شاء الله رابط جروب التليجرام علشان التواصل وحل التمرينات النهاردة ان شاء الله هنبدأ بأهم الكلمات في الدرس وبعدين هناخد الدرس نفسه بالكارتون وبالشرح وبعدين هنكتب ان شاء الله في آخر الفيديو باراجراف زي ما ان شاء الله هنعمل كل فيديو في آخره هيبقى فيه باراجراف نكتبه على الدرس نفسه دلوقتي يلا بينا Let's go عندنا هنا أداة استفهام مهمة جدا اللي هي هاو هاو لما تيجي لوحدها كده بيبقى معنيها كيفة زي السؤال اللي خدناه زمان اللي هو How are you كيف حالك يعني انت عامل ايه وكت بقول I am fine thanks يعني أنا بخير شكرا يبقى هاو لوحدها معنيها كيفة النهار دا حناخده هاو لما ييجي معاها كلمة تانية زي التلاتة اللي قدامنا دول حيتغير معنيها وحيبقى معنيها كم How heavy How tall How long How heavy How tall How long طيب إحنا عايزين نعرفهم من بعض ونعرف معانيهم لو عايزين نعرفهم أسهل واحدة نعرفها الأول اللي هي How heavy How heavy معناها كم وزن طبعا إحنا عارفين heavy لوحدها خدناها قبل كده كصفة معناها ثقيل يعني وزنه تقيل How heavy معناها كم الوزن زي هنا السؤال دا How heavy is the finic fox يعني كم وزن سهلة بالفنك هنا بيقول لي it's about one كيلو جرام يعني about يعني حوالي يعني ممكن زيادة شوية أقل شوية يعني عذق رقم غير دقيق حوالي كيلو جرام واحد يبقى هو طبعا خفيف أوي كده How heavy كم الوزن قوله ورايا How heavy How heavy How heavy How heavy is the finic fox اللي اتنين بقى اللي عايزين نميز بينهم كويس قوي هم How tall و How long How tall و How long وهنا How long ممكن تتقال كمان How long من غير الج دي صاح و دي صاح عشان نفرقوا بينهم كويس قوي عايزاكوا تركزهم معايا انا لو عندي الحسان اللي ماشي ده عايزا اسأل عن طوله اللي زي السهم المرسوم ده يعني ارتفاعه طوله الرأسي رأسي يعني قائم زي السهم كده وده اسمه طول رأسي فانا لو عايزا اسأل عن طوله الرأسي ده هقول How tall How tall كم طوله لو عايزا اسأل عن طولي انا او انت هنقول How tall لو عايزا نسأل عن طول النخلة او الشجرة هنقول How tall يبقى How tall كم الطول الرأسي اللي هو واقف كده في اتجاه السهم طيب انا لو عايزا اسأل عن طوله الافقي اللي هو بالعرض كده زي السهم اللي تحت اللي لسه مرسوم ده ده يعتبر طول برضو بس ده طول افقي بتاع الحاجات اللي انا بقسها افقيا الطول الافقي او كم الطول الافقي يعني how long how long يعني كم الطول الافقي لما اجي اسأل مثلا على طول الشارع على طول النهر على طول الكبري الحاجات دي واجزاء جسم الانسان زي الشعر مثلا الحاجات دي باسأل عليها بhow long how long يعني كم الطول الافقي يبقى عندي طول رأسي وطول افقي how tall how long how tall how long يا ترى how long لها معنى تاني اه طبعا لها معنى تاني المعنى الاول اللي احنا اخدناه اللي هو معناها كم الطول الافقي المعنى التاني اللي حناخده دلوقتي هو كم المدة يبقى معناها كمان كم المدة لو احنا شفنا عندنا step eagle اللي قدامنا ده اللي هو نصر السهول قول ورايا step eagle step eagle step eagle step eagle step eagle اللي هو نصر السهول how long is the step eagle يعني كم الطول الافقي لنصر السهول يعني كم طوله من الجناح للجناح يبقى هنا how long بتسأل على ايه على الطول الافقي بتاع الطائر لكن الجملة التانية بيقول لي how long does it live يعني ايه يعني كم المدة اللي بيعيشها هذا الطائر يبقى انا عندي هنا سألت بنفس الاداة بس بمعنيين واحد كم الطول الافقي والتاني كم المدة التي يعيش هيبقى ليه how long لها معنيين كم الطول الافقي وكم المدة لما نيجي بقى نجاوب على السؤال الاول اللي بيسأل عن الطول الافقي لنصر السهول هنقول it's around around يعني حول برضو يعني رقم غير دقيق يزيد شوية أو يقل شوية it's around one hundred seventy seventy centimeters it's around one hundred seventy centimeters يعني ان طول الافقي حوالي مية وسبعين سنتيمتر from wing to wing يعني من جناح آخر جناح لآخر جناح وهو فارد جناحاته it's around one hundred seventy centimeters from wing to wing from wing to wing أما بالنسبة للسؤال التاني اللي بيسأل عن المدة اللي بيعيشها how long does it live هنقول around thirty to forty years يعني حوالي برضو around من ثلاثين لاربعين سنة around thirty to forty years يبقى هنا قلت المدة اللي هو بيعيشها وفوق قلت الطول الافقي بتاعه وهو فارد جناحاته يقول لتنين نفس الأداوة لكن المعاني مختلفة عندي كمان النهاردة أدوات استفهام مختلفة اللي هي where اين which اي او ايهم where which where which where اين which اي او ايهم فالسؤال where هيبقى where does it live where does it live يعني اين يعيش طبعا هنا قيت مقصود به الحيوانين اللي احنا منتكلم عنه اللي هو دافينيك فاكس where does it live اين يعيش طب الاجابة هتبقى ايه it lives in the desert it lives in the desert يعني هو بيعيش في الصحراء where does it live it lives in the desert اين يعيش هو يعيش في الصحراء where does it live it lives in the desert اما which دايما بتيجي في السؤال وبيجي بعدها كلمة تانية عشان توضح هي بتسأل على ايه فانا مثلا ماينفعش اقول لك which do you like من غير ما تعرف انا بكلمك على ايه فاقول لك مثلا which food do you like يبقى الكلام كده واضح اي الطعام انت تحبه زي السؤال هنا which desert animal do you know which desert animal do you know يعني اي حيوان صحراوي انت تعرفه وممكن تبقى what desert animal do you know ما الحيوان الصحراوي اللي انت تعرفه برضو يبقى سؤال صح والاجابة the finish fax وممكن لو كان twitch desert animals فانا حذكر اكتر من حيوان في الاجابة من الكلمات برضو اللي هناخدها النهاردة كلمة mail mail يعني زكر يعني زكر mail 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 طب يعني ايه انثة انثة يعني female female بزود لها fe mail زكر female انثة زي كده man رجل ووما امرأة بزود لها a w o فانا هنا بزود fe mail female والوراية mail female male female male female female male زكر female انثة mammals mammals يعني ثدييات هي الحيوانات التي تلد وترضع صغرها يعني عندنا في حيوانات مثلا بتبيض تضع البيض وفي حيوانات تانية تلد فاحنا اللي هي بتلد وتردع الصغار دي اللي هي mammals تلدع زي مثلا العصفورة بتأكل اولادها في بقوهم زي ما بنشوفه في الصور او في التلفزيون mammals 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 بتقول ورايا mammals 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 عندي كلمة تانية مهمة جدا mice 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 هي جامع mouse اللي هو فقر فور يعني فهي جامعها جامع غير منتظم فهي جامعها mice mouse mice 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 centimeters يعني سنتيمترات ودي طبعا بستخدمها في ايه؟ في قياس الاطوال يعني centimeters وال meters دي بتستخدم في قياس الاطوال لكن كيلو جرام بتستخدم في قياس الاوزان يعني centimeters بارد بيها لو اتسألت how tall او how long لكن كيلو جرام لو اتسألت بيها على الوزن how heavy بارد بيها على how heavy beautiful يعني جميل وممكن تتقال beautiful 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 جميل thick thick يعني سميك غليز سميك warm 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 يعني دافئ warm warm beautiful thick warm beautiful thick warm hot hot اللي هي حور أو hot اللي اتنين صح hot hot cold 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 يعني بارد cold lose lose يعني يفقد أو يخسر lose travel يسافر travel left يرفع 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 travel يسافر كده زي التيور اللي بتاجر lift يرفع زي البطاطسان اللي بترفع الأثقال دي lift lift lose travel lift lose travel lift heat 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 يعني حرارة heat north 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 يعني اتجاه الشمال شمال يعني north heat heat north عندي بقى كلمتين about وaround اللي اتنين يعني حوالي يعني أرقوم تقريبية about around about around about around fact file fact file يعني ملف الحقائق اللي فيه المعلومات عن الحيوانات fact file fact يعني حقيقة file يعني ملف fact file fact file fact file fact file fact file open areas يعني مناطق مفتوحة open areas area منطقة areas مناطق open يعني مفتوحة يعني زي الخلاق زي ما احنا شايفين في الصورة كده الأماكن اللي ما فاهاش مباني open areas open areas open areas africa africa يعني قارة افريقيا africa وهولها طبعا لازم يبقى capital عشان اسم قارة europe europe يعني قارة اوروبا وبرده اولها لازم يبقى capital africa europe africa europe africa africa europe 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 open areas open areas open areas africa europe دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن جميع ادوات الاستفهام اللي جت في الدرس واخدنا كمان الاسئلة اللي جت في الدرس حنسمعها تاني وناخدها تاني في الفيلم الكارتوني القصير ده يلا بينه Where does the phoenix live? It lives in the desert of North Africa How tall is it? It's 20 centimeters How heavy is it? It's about 1 kilogram How long is it? It's about 30 to 40 centimeters What does it eat? It eats insects, small lizards, and mice How long does the steppe eagle live? It lives around 30 to 40 years How heavy is it? It's around 3 kilograms How long is it? It's 170 centimeters From wing to wing دلوقتي بقى حناخد الدرس نفسه ونشرح كل حاجة فيه The phoenix fox lives in the desert سعلب الفنك يعيش في الصحراء طبعا هنا lives مزودين لها S عشان الفاعل اسم مفرد اللي هو fax The phoenix fox مفرد يبقى الفاعل نزود له اس علشان زي ما قولنا قبل كده لو كان الفاعل هي أو شي أو ايت أو أي اسم مفرد بزود لنهاية الفاعل اس وإحنا كنا مسمينهم شلة الاس اللي هما هي وشي وإيت وأي اسم مفرد طبعا in يعني في the desert يعني الصحراء The phoenix fox lives in the desert It's smaller than other foxes يعني هو أصغر من الفاعلب الأخرى طبعا هنا small يعني صغير smaller أصغر من طبعا دي سيغة مقارنة من small وزودنا هنا er زي ما قولنا في الفيديو اللي فات في المقارنة بزود er وذان يعني من يبقى هو أصغر من other foxes والقاعدة بتاعة المقارنة إن شاء الله في الدرس الجاي حتتشرح بالتفصيل smaller than the other foxes أصغر من الثعلب الأخرى foxes هنا جمع fox وهنا بزود es عشان fox بتنتهي بx الحروف الأسماء المفرد اللي آخرها x لما بجمعها بضيف es its ears are big يعني ودانه كبيرة really big حقا كبيرة really يعني حقا طبعا هنا its ضمير ملكية لغير العاقل its ears يعني الأذن بتاعته ears هنا جمع فعشان كده أخدت or big كبيرة really big منلاحز كمان في ترتيب الجملة هنا إن big اللي هي الصفة جيت قبل ears اللي هي اللي بنوصفها أو الموصوف لأن الترتيب في الإنجليش الصفة بتيجي قبل الموصوف عكس ما احنا بنقوله في العربي يعني احنا في العربي نقوله أذن كبيرة هما يقولوا كبيرة أذن طبعا الثعلب بيحتاج أذن كبيرة to هنا جاية معناها لكي احنا طبعا خدنا to قبل كده بمعنى إلى لكن هنا جاية بمعنى لكي يعني علشان وجاي بعديها السبب بتاع الجملة اللي قابليها اللي هو محتاج أذن كبيرة ليه جاي بعديها ليه بقى to hear insects and small animals لكي يسمع الحشرات والحيوانات الصغيرة طب هو هيسمع الحشرات والحيوانات الصغيرة ليه عشان هو بيتغذى عليهم فلازم يسمعهم عشان يعرف يصطدهم عشان كده ربنا عطاله أذن كبيرة عشان يتكيف مع حياته مع طريقة حياته انه هو بيصطد الحيوانات دي during the day أثناء اليوم دي هنا مقصود بها النهار it's a hot الجو بيبقى hard in the desert في السحراء the fox loses heat فالطبعا هو بيبقى حرام جدا فبيفقد الحرارة دي heat from its ears من خلال أذنه يعني أذنه كده بتخليها تخلص من الحرارة الزيادة at night بقى بالليل night يعني الليل gh هنا silent at night it's cold الدنيا بتبقى بردة جدا cold يعني بارد لأن السحراء بالنهار بتبقى حر جدا وبالليل بتبقى ساقع جدا the fox's thick fur keeps it warm يعني الفروق السميك thick يعني سميك عند الثعلب بيحفظ بجسمه دافق بيخليه يعني يدافق بيدفيه من البرد طبعا هنا نلاحظ أن بعد fax في أبوستروف اس الملكية اللي هي شغلتها ايه بتخلي اللي بعدها ملك اللي قبلها بتخلي thick fur ديه اللي هو الفروق السميك بتاع مين بتاع التعلب عشان دي أبوستروف اس الملكية هو ده شغلة يكون اللي بعدها ملك اللي قبلها دلوقتي بقى هنحكي عن طائر bird الطائر بتاعنا النهاردة step eagle نصر السهول look at the eagle انظر على النصر flying وهو ايه طائر it's beautiful إنه جميل وممكن برضه نقولها beautiful الاتنين صح isn't it أليس كذلك هنا جاب لي سيغة السؤال المزيل سيغة أليس كذلك اللي خدناها سيشان اللي فات طبعا بنستخدموها للتأكيد زي ما قبلها كما زي ما احنا شايفين وبعدها علامة استفهيم the step eagle نصر السهول travels from Europe to Africa يسافر من أوروبا إلى أفريقيا طبعا هنا أوروب ده اسم قارة وأفريقا برضو قارة أفريقيا والاتنين أولهم capital عشان أسامي البلاد والقارات لازم أول حرف فيهم يبقى capital from to من إلى من أوروبا إلى أفريقيا in winter في فصل الشتاء والفصول بيجي قبلها in بعد كده الجملة اللي بعد كده it lives in very big open areas يعني هو بيعيش في مناطق مفتوحة كبيرة open areas يعني مناطق مفتوحة بي كبيرة لأنه طبعا طائر بيطير فبيعيش في الأماكن المفتوحة it eats other birds هو يأكل الطيور الأخرى طبعا هنا it eats it برضو أضفنا s عشان الفاعل it زي ما قلنا هي وشي وإيت وأي اسم مفرد أضيف لنهاية الفاعل s it other birds الطيور الأخرى other أخرى ويجي بعديها كلمة اسم يكون جامع اللي هو هنا birds small mammals mammals الساديات فهو بيأكل الساديات الصغيرة and rabbits والأرانب when it opens its wings لما بتفتح جناحاتها it's longer than you إنها بتبقى أطول منك ليه لإن هي قلنا إيه 170 سنط من الجناح للجناح فدي مساحة كبيرة the female is bigger and heavier than the male وكمان إن الأنسة أكبر وأتقل من الذكر وهنا برضو مستخدم bigger اللي هي صيغة مقارنة وهنا ضعف الجي عشان قبلها متحرك وأتقل heavier أتقل برضو heavier زين أتقل بين ومستخدم برضو صيغة المقارنة وهنا heavy إحنا واخدينها المفروض أخيرها Y بس هنا حزف Y وحتى I وبعدين أضاف ER لإن ال Y هنا قبلها سيكن اللي هو ال V كل ده إن شاء الله هنشرحه بالتفصيل وبالراحة في السيشان اللي جاي دلوقتي بقى هنعمل زي ما هنعمل في كل فيديو قادم إن شاء الله إن في آخر كل درس هناخد براجراف نتعلم إزاي نكتبه على الدرس ده يلا بينا دلوقتي هنكتب براجراف عن السورة اللي قدامنا دي بتاعة step eagle وحنستخدم فيها guiding words اللي هو عطيهولي اللي هو beautiful جميل fly يطير eat يأكل female أنسة bigger أكبر حجما male زكر لما أجي أكون الجمل بتاعتي لازم أركز في اللي قلنا قبل كده إن أنا هعمل جمل مكونة من أربع خنات رئيسيين لإنها جملة خبرية فاعل وبعدين فاعل وبعدين مفعول به وبعدين باقي الجملة وممكن مفعول به ما يجيش فأنا دلوقتي هشوف أنا هيخد أنا كلمات الأول في أول جملة لقيت عندي beautiful وأنا أساسا هكتب عن step eagle فأنا هكون جملة أقول إيه أقول إن step eagle جميل بمنطقة البساطة يعني نحن لازم طبعا جمالنا تبقى بسيطة وقصيرة فأنا دلوقتي لما حوصفه حوصفه بإيه بإز بverb to be فحقول إز the step eagle is beautiful وبعد ما خلص جملتي أحط فل step وأول سطر طبعا عارفين بنسيب حتة قد كلمة لكن تاني سطر ببتجي من أول السطر وكل ما بتجي أكتب جملة لازم أول حرف فيها يكون capital أول حرف capital وكلمة أنا capital وأول الأسماء capital وفي آخر الجملة فل step وبتجي اللي بعدها على نفس السطر مش كل جملة في سطر دي قواعد طيب تاني جملة بقى هستخدم فيها ايه هو جايب لي هنا fly يطير ويت يأكل طيب ايه رأيكم نعملوا بهم جملتين يعني جملة أقول هو يستطيع انه يطير سهلا خالص يبقى it can fly it فاعل can fly can فاعل ناقص ورا fly في المصدر يبقى it can fly فيه أسهل من كده بقى طيب الكلمة اللي بعدها it مين يحطها لي في جملة هنقول هو يأكل الطيور الأخرى هقول هزاي هقول it eats بس اخد بقى من دي انه هقول eats مش eat هتزود s عشان خاطر انا عندي حطيت الفاعل it it فاعل it فاعل عايزة مفعول به بقى من اللي بيتاكل other birds الطيور الأخرى يبقى it eats other birds ايه الحاجات السهلة خالص دي يلا بقى نكمل عندي هنا female الانثة bigger اكبر حجما و male الزكر واضح جدا هو عايزني اقول ايه عايزني اقول ان الانثة اكبر من الزكر هقولها ازاي بقى بصوا بقى من الآخر كده اي حاجة انا هستخدم فيها صفة سواء صفة عادية او صغة مقارنة اجي في 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 على طول يبقى انا هنا هقول ايه تكون اللي هي برضو هنا اخدت از عشان في از احنا قلنا شلة الاس سواء احنا 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 كده كده من اربع جمل سهلين خالص ولو عايزين كمان نكتب اكتر حنقدر عشان احنا شطرين نقرأ بقى البراجراف على بعضه سهل خالص سهل جدا وكده نبقى اخدنا كل حاجة خاصة بالدرس ده واخدنا كمان نكتب عليه براجراف ودلوقتي فاضل شوية تمرينات هنزلهم في جروب التليجرام يلا بينا لو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش لايك لايك كبيرة ولو عجبك اكتر شوية يبقى شيره على صفحتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميس ايمين